موسيقى 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 سباح الخير رح نحكي هلا عن موضوع القيادة انك تكون قائد ابدا مش موضوع سهل خصوصا انه الفريق بيكون مختلف من شخصيات وايضا خلفيات كيف تكون قائد بمحيطك رح نعرف هيك شوية نصائح من رولا العاصي مستشار في تطوير مهارات بشرية سباح الخير اهلا سهلا فيك الحمد لله هلا ما بعرف اذا مطلوب من كل شخص يكون قائد بداية في شخصيات قيادية وفي شخصيات غير قيادية يعني احنا اذا بنا نقعد نفكر امتا مفروض اكون قيادية اشي الظروف اللي بتحطني حتى اصير قيادية ممكن اكون في شغل تحت ايدي شباب شبين او خمسة او سبعة او اصير مدير اه بكون صورة مدير جديد او اكون في بيتي مسؤولة عن اولادي احيان بنروح رحلة بكون في معاك جروب من الناس بتلاقي بطلع في اشخاص بيعطوا قرارات بطلعوا في اشخاص بيعطوا قرارات هلأ القائد شخص مبادر مبادر يعني اذا انت بتلاقي اطفال صغار واحد بقول امشو نلعب كورة بنط واحد بقول مين معي والتالي بقول انا مع مين انا مع مين فهي شخصيات هلأ انا هلأ بتنصحي بتنصحي كل شخصية تكون قيادية تكون مبادرة ولا مش مش شرط يعني هلأ الشخصية القيادية موجودة يعني هدولا مش هم المجال اللي انا بدي احكي فيه حقيقي انا هلأ بدي اقول انه في ناس عندهم الكارزمة وقادرين انه يبادر والناس تحبه ويكونوا حواليه ويطلع بافكار وحط استراتيجيات هاي شخصيته عنده الكارزمة هلأ انا اللي بيعنيني احنا الناس العاديين اللي مع الناش الكارزمة لكن انا المفروض في ادير السلوك حتى اوصل للاشي اللي بدي اياه ادارة السلوك الناس اللي حواليك مختلفين بشبهها احيان بالبزرة انه بتلاقي في عندك بزرة دورة بزرة بازيلا بزرة بندورة المزارع لما بزرع الدورة ما بتتوقع انه يطلعها بندورة طبعا لكن هو لما بزرعها بتوقع انها تكون احسن حبة دورة وتجيب له احسن سعر فهي فهي هاي الفكرة انه انا لما بدأ اكون مسؤولة عن ادارة سلوك ناس حواليه كيف انا اخليهم يوصلوا لاحسن قدراتهم بعدين احنا ما منحكي عن القيادة بس بمحيط العمل يعني هلا ست البيت اللي عم تحضرنا هي لما تكون ست بيت يعني هيدا تكون قائدة لأفراد اللي في البيت المهام اللي في البيت ففي منلاحظ مثلا ستات بيوت عارفين يديروا شؤون البيت وستات مش كتير افراد الاسرة عارفين ايش اللهم وايش عليهم فكمان هاي ممكن تكون لمحيط الاصدقاء محيط الاسرة وايضا محيط العمل بتتوقعيش بتتوقعيش قديش محبط هذا الموضوع لما انتي بتكوني المفروض توصل الفريق تبعك سواء اسرتك ولا بشغلك توصل الفريق تبعك لهدف معين والشباب بتشتغل على موال مختلف عن موالك هلا ادارة السلوك بدها فن بيجيني ناس انا بتعرفي بحكم شغلي انا بشتغل في مجال الترينينج فمنشتغل ليدرشيب فن القيادة فبيجيني ناس بقول لي بقول لي طب انا كيف دون يردوا علي اذا انا طب بخاف انه التانين يقلدوهم واذا فبتلاقيه بصدر اوامر وبيعاقب مشكلة العقاب وهذا الحكي برضو في البيت زي ما حكينا مشكلة العقاب انه السلوك يمحى بوجودك بس تديري ظهرك يعني العقاب ما بفيد برجع السلوك مرة تانية هلا حتى انت تغيري تعملي ادارة للسلوك وتغيري العادات وتغيري السلوك اللي بدك يياي وصلك لهدف آخر بيجيني ناس ثانين بقولولي بقولولي رولا انا بخاف انه ازعلهم طب انا كيف بدي ابنيهم كيف بدي اخليهم يحبوا بعض انا بدي يحبوني ويردوا علي انا بناقشهم باتفق انا وياهم هون بصفي طول الوقت لاحق فيهم مش طلبت منك مش انا قلتلك كنوع من الترجع او ترجعي وقالهم انه زحقتوني حكتلكم وما بتردوا علي هلا الاسلوبين غلط يعني انا بدي استخدم الاسلوبين بس بطريقة ثالثة فيه ناس بتحط الحدود للفعل اللي بدي اياه التأخير الصباحي المفروض احنا نوصل على الساعة 8 ونص الصباح اللي بيجي متأخر عشر دقايق ولا خمس دقايق انا والشباب بنتفق على الحدود ومنتفق على العقاب وبيصفي هو بس بيعمل فلقاب بيدعم بيقبل وبنفس الوقت الشباب ما بتزعل منه يعني مثلا هلأ نرجع موضوع التأخير الصباحي كيف المفروض القائد اللي احنا هلأ عم نحكي عنه المثالي يعطي خطوط عريضة لموضوع التأخير انت حكيت يا عقاب لا انا برضه ما قلتش مثالي انا ما يكون مثالي انا ما بدي مثالي اصلا المثالي ما بزبط انا بدي اشي واقعي بدي اشي اعرف اطبقه اوكي انت لما بدك تكوني قادر تديري الناس اللي حواليك الناس اللي حواليك بده تسمع كلامك حتى تسمع كلامك انا بدي منك انك تحترميني فالقائد بده يقول شكرا بده يعتذر لما نبي يغلط القائد بده لما نشوف سلوكي كويس يحفظه اقول لك جريت شكرا برافو شكرا لك القائد لما الشباب اللي عنده بتعمل سلوكي كويس بتحكي للإدارة الأعلى منه فالأم ممكن تحكي للوالد للوالد المعلمة ممكن تحكي للمديرة او ممكن تمدحه قدام الصف فانت ممكن تكوني معلمة بصف وتكوني برضو عندك يعني غلي ميكي دائما انه نركز على النقاط والأمور الإيجابية بالشخص هذا كسلوكك انت كقائد هذا انت سلوكك انت سلوكك انت اللي بتتحكمي فيه حتى تتحكمي بالناس اللي حواليك اللي هي بديك تحفظي أسمائهم لما بديك تكوني معلمة بصف بديك تقولي أسماء الطلاب منطلق بيش فيها صح بزعلوا منك إذا حكيت اسم تاني صح فانت هون عمالك بتبني بتبني علاقة بينك وبين الآخرين علاقة فيها الاحترام فيها التقدير انت إذا قدرتك قائد انك تخليني أحس حالي أنا بملك الدنيا توصليني لقمة الهرم بالتقدير الحاجة إلى التقدير عشان قمة هرم ماسله الحاجة إلى التقدير آخر شي شو بيجيك تحقق الذات ادخليني أحقق ذاتي في وجودك انت وقتها بتقدري تديري سلوكي صح هلأ اللي أنا كنت أصدته بأنه القائد المدير اللي بده يستخدم الأساليب المختلفة أنا أصدي إذا انت حطيت الحدود إذا قلت لي أنه أنا ما بحبش أنه التليفونات اترن كتير بالمكتب أو تقولي لي أنا ما بحبش تنادو بعض من بعيد أو تقولي لي تعطيني رولز تعطيني قوانين تحط القواعد وبعدين تعرفي لما بتحط القواعد ومنطلع بالعقوبات أنا وياكي منتفق عليها أنا وقتها لما أنت بتعملي بتعاقبيني على إشي أنا ما عملته أنا بكون ممنونة إليك صح بدل ما أكون حاقدة عليك فهي أساليب القيادة أساليب القيادة زي ما اتفقيت أنا وياكي أنه في ناس عندها الكارزمة وعندها المبادرة وعندها وعندها بس في ناس بسير مسؤولة عن صف مسؤولة عن بيت مسؤولة عن طلاب مسؤولة عن شباب مسؤولة عن رحلة مسؤولة عن شركة طب هلأ برضو شوي في موضوع مختلط أنه القائد المفروض يكون صارم وبيحتاج أنه يكون مرات صارم يعني أوكي بيحكي عن الأشياء الإيجابية بينادي بالإسهم بيحاول يقدر الشخص قدامه عشان يوصل لمرحلة تحقيق الذات ولكن في طبيعة موظفين في عندهم كسل طبيعة أشخاص ما بيحبوا أبدا أي نوع من أنواع الأمر فأنت بتحتاج تكون صارم فيه هيك مدخل بسيط يكون للمدير يكون صارم أو القائد يكون صارم ولكن بطريقة ما تجرح لقدامه ما يصبح مرات دائما عندنا مفهوم الجكر يعني أنا قلينا أسميها أسميها حازم حازم وليس صارم أيوة حازم وأنا بشتغل عليها إيش الفرق بين الإنسان الحازم والإنسان الصارم والإنسان الانسحابي أو المتراخي المتراخي فدائما لحوالي زعلانين منه أو بيكون محبطين لحواليه شو شخصية الصارم؟ ليه سلبية تابعته؟ شو سلبياته؟ يعني ممكن يكون منتقد بلوم وبنتقد طيب شو إيجابياته؟ يعني بالآخر أكيد بيوصل لمرحلة يوصل أهدافه تحقيق الهداف صح عارف لوين رايح وبدير السلوك تحت إدارته هاي إيجابياته طيب إيش سلبيات المتراخي؟ يعني الأمور سعبة وإيش سلبياته كمان؟ أكيد مش رح يوصل ل دائما عنده عذار دائما بيقول لك ما نحنى وما أنت شايفة وكيف بنعمل طب إيش قوة مزرقوته؟ إيش إيجابياته؟ يعني لطيف يمكن ما بيجرحش اللي قدامه إيش قاسي يعتبر؟ مبادر بيمون بتلاقيهم الناس بتحبه بيأخذوا بيأعطوا معه وبيأخذوا بيأعطوا معه هلا أنا الإنسان الأسرتف هو الشخص اللي بيمزج بين شخصية الصارم وشخصية المتراخي فبإيجابياتهم بيمزج الإيجابيات فهو بيعرف هدفه بوصل للي بديه بيزعلش اللي حواليه بحفظ مية وجه اللي قدامه بيحترم الناس اللي مبادرين بس هلا إنت حكيتي قبل شوية المتراخي بيوصل لهدفه أو مبادر المتراخي مبادر مبادر بتلاقيه بتموني عليه بتقولي له لو سمحت بترك شغله بيأخذ أوامر يعني ما بيبادر هو من تلقى نفسه هلا الشخص المتراخي إنسان لغيره الشخص الصارم إنسان لنفسه هلا أنا لما باجي بدأ أقولك لا بدك تكوني لغيرك وتوصل لأهدافك بدك تكوني محبوبة وبنفس الوقت تكوني عافة والراحة طب هلا شرط كل قائد يكون صارم أو يعني بحس شوي معادلة صعبة أنك تكون أنت قائد وكتير منيح ولا ممكن يوصل لهذه المرحلة الشخص يعني هلا دانا إحنا عندنا مفهوم للقيادة إنه لازم حتى أكون أنا قائد لازم تكون شخصيتي قوية ولازم أحرق روس ولازم أبداً أبداً يكون إنساني أنا بالنسبة إلي الشخص يكون إنساني بيعرف يوصل له قدامه صحيح القائد إنسان الناس بتحترمه بيحترم الآخرين القائد لهو أصلاً كيف فاقد الشيء اللي يعطيه صحيح إذا أنت ما احترمتيني أنا مش ها احترمك وإذا احترمتك بسبب السلطة اللي عندك إياها مش تخوي بس تروح السلطة أنا بشوفك ما تطلعش فيك بس إحنا بنعرف فيه ناس بتروح السلطة من بين إيديهم والكل بيشوفهم بيحترموهم وبقدروهم صحيح وفيه ناس محدش حتى بعملوا حالهم بشايفينهم صحيح فالقيادة فن القيادة تعامل حتى تبني السلوك وتقدري إنك تستجري السلوك كويس عادة السلوك اللي غير مرغوب فيه بخزق العين لأنت لو تشوفي طفل صغير بعمل سلوك غير مرغوب فيه بتركه ديه وبتقول له لأ قدرت القائد إنه يمسك أعصابه ويشوف السلوك الغير مرغوب فيه ويدونه يكتبوا عنده مش إنه يتركه على النهاية وتمسكيني بينه وبينك وبتحكي لي عليه صح وقدام الناس بتحترميني قدرتك إنك تشوف الإيجابيات بدل ما تشوف السلبيات عند الآخرين هلأ هاي أنا بتعلمها هاي أنا ما بنولد فيها هاي بتعلمها فيه ناس بنولدوا فيها بس فيه ناس بقدروا إنهم يتعلموها بدك تتخذي قرار إنك بدها ضبط نفس بدها الصبر بدها قوة تحمل أحياناً بتكوني أنت محبطة وقادرة إنك تحفز الناس اللي حواليك طيب سؤال الأخير هل لازم القائد يكون صوته عالي أو يستخدم الإصراخ كنوع من فرض الرأي آه للأسف أنا انت ضد طبعاً يعني زي ما قلنا القيادة فن أنت حتى أعمل الشغل كرما لعيونك كيف تعمل يا دانا؟ كيف تعمل الشغل كرما لعيونك؟ بس يعني إذا أنت عمالك وتبهدل فيه صعب كتير مضبوط يعني هلأ موضوع القيادة أكيد مش سهل وفن القيادة بس زي ما حكيت يمكن نختصر حديثنا أنه أنت تتعامل مع قدامك بإنسانية أبداً ما بيكون التخويف أو الفرض هو الغاية أو الوسيلة وحط الحدود للسلوك اللي أنت بدك نوصله وخلي اللي قدامك يعرف حالوين رايح بحكي لي المخرج الذي يكون صارم بحكي لي أنهي الفقرة بتطبق اللي حكينا شكراً إليك رولا عاصل شكراً مستشارة في تطوير مهارات البشرية اشتركوا في القناة